السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم يا اصدقائي في فيديو جديد من قناة دروس انجلش. ان شاء الله النهاردة نشتغل معاكم معناك كناكت بلس. صف الخمسة اللي ابتدائي الترميد تاني من كتاب استبقى هل. ان شاء الله النهاردة هناخد اخر لسون في يونت سكس وهو لسون سبن. هناخد فيه ستوري حلوة كده. تعالوا نبدأ في الفيديو بس ياريت تدعموا الفيديو بلايك. ما تنسوش اشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. اهم الفيكابلوري اللي معانا هنا يعني سكة حديد يعني محطة محطة يعني اضواء الشوارع اللي عم اويد القاربة اللي بتوقفي الشارع بتنور دي. ستريت لايتس. اكسبانسف. اكسبانسف يعني غالي. دارك موزلم. دارك دارك. انازر كنتري. انازر كنتري يعني دولة اخرى. كنتري سايد. كنتري سايد الريف. فيلد فيلد حقول فيلد فيلد حقول فيلد سايد حق لفيلد حقول فيلددiert يعني خايف فيلد فيلد يستضم اتنين خبطوا في بعض يعني يشاور يلوح يشاور بيده كده أو بحاجة في يده يعني سائق يعني سعلب يعني عاصف هنا جزء هنا هنا بقى عندنا هنا يعني عامل دوشة في دوشة كتيرة يعني يعني شيء كده في ايدك انت بتحركه او بتحرك ايدك بتحرك شيء بيدك كده الفوق وتحت جليد بمعنى بمعنى مصرور فرحان من شيء ما ومبسوط من حاجة شعور بالخوف لان انت معتقد ان في شيء ما سيء سوف يحدث يعني تخبط في حاجة بسرعة او بالجامد كده لما بيحصل حاجة انت مش متوقع اوكي هنا بقى عندنا القصة بتاعتنا بعنوان يعني اطفال السكة الحديد تعالوا نشوف القصة بتقولي هنبدأ من اول هنا عندنا التلات اطفال دول بيعيشوا في بيت كبير في انجلترا في لندن في لندن انجلترا باباهم اضطر ان هو يسافر ويسيبهم علشان يشتغل في دولة تانية الام هنا بتتكلم بتقولهم البيت ده ايجار وغالي علينا قوي في الوقت اللي باباهم ايه هيبعد ويسافر لازم نغادر لندن ونروح بيت ايه في الكنتري سايت في الريف their new house was near our way البيت الجديد اللي هم رحوا في الريف ده قريب من ايه السكة الحديد او محطة القطر they arrived in the night وصلوا في الليل and walked to the house from the station ومشوا ايه للبيت كده ايه ايه راحوا ايه from the station عبر ايه المحطة دي اوكي طيب هنا بيقول لنا why is it so dark said reporter reporter بتسأل بتقول هي الدنيا ظلمة ليه at night in london بالليل في لندن there were always a lot of bright colorful lights بالليل في لندن بيكون في عندنا انوار كتيرة وبركة there are no street lights in the countryside الام قالت لها ما في الريف ما بيبقاش في انوار في الشوارع and why is it so quiet asked peter peter بيقول ليه الدنيا هادية اوي in london everybody walked quickly and talked loudly في لندن كل الناس بتتكلم بسرعة وبتتكلم بصوت عالي بيمشوا بسرعة وبيكلموا بصوت عالي there are not many people in the countryside الام بتقول في الريف ما بيكونش في ناس كتير that night في الليلة دي بقى that children did not sleep الاطفال مناموش it was quiet في هدوء but they could hear animals calling in the night ولكن ايه سمعين اصوات الحيوانات يعني مثلا البكر الحاجات القطط اي حيوان العواء الحاجات بتاعت الاصوات بتاعت الحيوانات دي فطبعا الصوت ده اكيد مخيف لهم i'm frightened said feelis feelis قال انا خايف i don't like it here انا مش حابب هنا everything looked very different in the morning كل شيء ايه كان يعتبر مختلف في في الصباح بيقول لنا هنا the house was small البيت صغير but its room were sunny ولكن الrooms الحجرات داخلها الشمس وواصل ليها الشمس and from their bedroom window ومن داخل الشباك بتاع حجرة النوم the could see beautiful green trees يقدروا النوم ما يشوفوا اشجار خضرة جميلة وحقول and fields every day كل يوم trains passed up الكطارات ايه بتمر and down their railway near their ايه house احنا قلنا ان البيت بتاعهم كان بالقرب من السكة الحديد the children loved watching the trains الاطفال حبوا انهم ما يشوفوا ايه حبوا منظر او مشاهدة الكطارات trains when they waved people on the train when they waved to the people on the train they usually waved back to them one day بقى يوما ما زاد children were walking near the railway كانوا الاطفال ماشيين بالقرب من ايه بالقرب من محطة القطر it was very windy كان الجو ايه عاصف windy day and peter was very surprised وكان peter ايه surprised يعني متفاجئ when he saw a big old tree شاف ايه شجرك ايه كبيرة وقديمة it was moving بتتحرك طبعا دي كارثة look he said بيقول لهم ايه بص the tree is falling on the railway الشجرة هتقع على سكة السكة الحديد what can we do اللي احنا هنقدر نعمله فيه بيقول what can we do هنقدر نعمل ايه a train will hattet القطر ايه هيصطدم بيها او يخبطها a train will be here soon روبرتا بتقول لهم القطر هيجي بسرعة هنعمل ايه peter your sweater is red take it off why he asked سألها اقلعوا ليه بتقولوا السويتر بتاعك لونه احمر اقلعوا we can make a flag with it احنا ممكن نعمله عالم red flag means stop العالم الاحمر ايه معناه اقف the ramp along the railway to a hill طلعوا تالي كده وعملوا ايه السويتر بتاعهم ده عالم when the train came لما القطر هاي شورولو او هيلوحو كده بالسويتر علشان القطر يوع the train was very fast القطر القطر طبعا ايه جاي بسرعة but the driver saw the red sweater ولكن السائق شاف ايه السويتر الاحمر and quickly stopped بسرعة توقف the train وقف القطر before it hit the tree قبل ما يخبط ايه التري thank you children the driver said اللي سائق شاكر الاطفال you helped everyone on this train انتو ساعدتوا كل شخص في ايه في القطر you did the right thing انتو عملتوا ايه الصح that night في الليلة دي بالليل the herd animals calling again in the dark سموا برضو اسوات الحيوانات ايه بالليل are you still frightened of the countryside philips her mom الام بتسأل philips بتقوله لسه خايف برضو من اسوات الحيوانات قال لها no i know it's just a fox انا عارف ان هو ايه فوكس said philips هو اللي رد i didn't know what it was when we first arrived there انا بس في الاول ما كنتش عارف ايه هو صوت ايه i like living here said peter بيتر قال لا انا حبيت العيشة هنا i will i will be glad when we go back to london ولكن هكون ايه ايه لا روبيرت بقى قلت لها وانا هكون فرحانة لو احنا رجعنا لندن but i understand the life in the country recid ولكني فهمت يعني ايه العيشة في ال country recid يعني انا عيشة معكو هنا بس لو رجعنا هكون مبسوطة it's a good place to live هو مكان كويس ان احنا نعيش فيه exercise on lesson 7 تعال نشوف lesson exercise بتاعته بتقولي number one the film was very boring so it was boring ممل يبقى it was a when it finished لما يخلص انا هكون glad فرحان the car was going too fast and the dot tree but everybody was okay nobody was hurt el car was going too fast مشيب سرع and the hat a trick i was very dot when it started to snow in the desert when it started لما تبدأ to snow in the desert i was very surprised okay هكون ايه مندهش the teacher told the children to be quiet because they were talking طبعا بيتكلموا loudly some children feel frightened مع تشغيرها off the dark طبعا بيخافوا من الضلمة exercise number two match the words from the story with the definition happy about something فرحان من شيء ما طبعا glad with a lot of noise طبعا loudly طيب بعد كده move your hand or something يلوح بييدو بييدو قلنا wave number four feeling afraid feeling afraid يبقى frightened خايث number five the feeling you have when you do not احا حاجة حصلت انت مكوتش متوقع surprised number six go into something quickly or hard تدخل في حد بسرعة او بجام ادها تبقى حد exercise number three match نكرا كلام بي اول to be friendly to make a flag to start a new life in the countryside تبدأ حياة جديدة في الريف to stop the train to see on the dark road mother and children left London to start a new life in the countryside عشان يبدأوا حياة جديدة في الريف in the countryside في الريف they did not have street lights ما عندهمش في الشوارع النور to see on the dark road عشان يشوفوا في الطريق المزلم the children waved to the people on the trains to be friendly number four Peter took of his sweater to make a flag على السويدر بتاعه علشان يعملوا علم they waved the flag to stop the train علشان يوقفوا القطر exercise number four هنا بيقول لنا read the story again write true or false هتقرأ the story وتقول true or false the children moved with their mother to a big house in the country طبعا false number two بصوا انا هسيبلكم true or false ده حلوه عشان بس ايه وقت الفيديو ما يبقاش طويل هنبدأ من اول الري اوردر هو سهل جدا ما فيش فيه اي حاجة صعب وده طبعا ما السؤال امتحان reorder the words to make correct sentence سريعا كده they lived in a large house number two we moved to a smaller house in england we moved to a smaller house in england number three the children loved watching the trains the children loved watching the trains number four they ran back along their way they ran back they ran back along their way اوكي number the events هنا هنرتب الاحداث read the story again and answer the questions احنا هنكتفي بهذا القدر من الحل وهسيب لكم number six مش مشكلة الترتيب ده سهل هسيب لكم number seven the homework تحلوه وياريت اشوف حد لو في حاجة وقفت في ايديكم اكتبوه في الكومنتات وانا هجاوب لكم السؤال اللي انتو محتاجينه وما تنسوش تدعموا الفيديو بلايك ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته